لا ينضم إلينا مين بروكسل سلامة عطالة مراسل القاهرة الإخبارية سلامة أهلا بك معنا ما الجديد بخصوص هذه المناورات الخاصة بحلف الناتو وهي الأكبر من نوعها والأهم وكما تعلم يعني جميع التصريحات التي تدل على هذا الأمر صباح الخير آية هو اليوم الثالث لأكبر مناورات يجريها حلف شمال الأطلسي وتحديداً في القوات الجوية والتي في معظمها هي قوات وطائرات أمريكية قدمت إلى أوروبا لإجراء هذه المناورات التي تحاكي هجوم على مدينة أوروبية أيضاً فيها الكثير من الأجزاء المتعلقة بالسيطرة على مطارات وتأمين القوات البرية وحتى مواجهة الهجمات السبرانية خلال العمليات العسكرية هذه التدريبات تهدف لأن تكون جيوش الناتو قادرة على القيام بعمليات مشتركة دون قوة أخطاء وبمستوى عالي من التنسيق باستخدام كافة الأسلحة براً وبحراً وجواً وهذه رسائل واضحة بأن الناتو يريد أن يعزز من قوة ردعه ولكن التوقيت مهم لهذه التدريبات ولهذه المناورات وهو ما يجري حالياً في أوكرانيا ما يجري في أوكرانيا حرب ضروس في جنوب وشرق البلاد القوات الأوكرانية كما يقول الأطلسي تحرز تقدماً في بعض المناطق هذا التقدم يقاس بالسانتيمتر الواحد هناك الكثير من المعارك الشرسة حتى أن البعض يقارنها بما كان يجري خلال سيطرة الروس على باخموت التي استمرت هذه العمليات لكي الوصول إلى السيطرة تسعة أشهر تقول وزارة الدفاع البريطانية بأنه في كل 48 سانتيمتر في أقل من نصف متر فقد الروس جندياً إما قتيلاً أو مصاباً خلال السيطرة على باخموت والآن الأوكرانيون في تقدمهم في بعض المقاطعات في الجنوب والشرق أيضاً يخسرون الكثير الدبابات والمعدات العسكرية التي ترسل من الغرب إلى أوكرانيا يعني تصهر خلال هذه المعارك حتى أن البعض الأوروبي وجه لوم لهذه النمور ليوبارد الألمانية الدبابات الشرسة وجه لوماً بأنها لا تواجه كما ينبغي وأن هذه الدبابات الألمانية أخذت صيط أكبر من حجمها يقول يرد أو ينصح المسؤولون الألمان الصحفيين بأن لا يستخدموا كلمة الألمانية مع ليوبارد ويقولون قولوا ليوبارد الأوكرانية لأنها أصبحت في العهدة الأوكرانية وهذا يفتح أيضاً السؤال حول مدى جاهزية القوات الأوكرانية وتحديداً الآلاف أو عشرات الآلاف الذين جاءوا إلى الأراضي الأوروبية لتلقي تدريبات سريعة ومكثفة مثلاً قيادة الدبابة التي يفترض على الأقل أن يتدرب قائدوها والعاملين فيها لمدة ستة أشهر كي يتمكنوا من قيادتها الجندي الأوكراني يأتي لمدة شهر واحد فقط ويجري أغلب التدريبات بالمحاكاة الافتراضية وليس بالذخيرة الحية ويرسل إلى الأرض المعركة بسرعة لأن هناك نقص حقيقي في الجنود الأوكرانيين الذين يقاتلون هناك هذا يفتح الباب أمام قدرة هؤلاء ولكن المعارك شرسة جداً والتقديرات متناقضة حتى من الطرف الواحد أتحدث عن الطرف الأوروبي والأطلسي والطرف الروسي التقديرات القادمة من هناك تقديرات متناقضة لكن واضح بأننا أمام بداية صيف ساخن إذن أفهم من حديثك سلامة أن المشكلة الأولى كانت في عدم جاهزية الجنود أو القوات الأوكرانية في المقام الأول طيب أنتقل معك إلى نقطة أخرى وهي أيضاً ما فهمته أنا من خلال سياق حديثك هل تعزيز أمن الحلف والحلفاء هو المعلن هو الغرض المعلن والغرض الداخلي من هذه المناورات الأكبر ولكن الغرض الأهم والهدف الخارجي هو رضع روسيا علة وجود الأطلسي ولد الأطلسي لكي يكون نداً لروسيا ولكي يردع روسيا كل ما يقوم به الأطلسي كل هذا الحلف لهذا الغرب بالتحديد وهذه المناورات تحاول تعزيز قوة الردع في ظل ما أرسلته وترسله روسيا من أسلحة نووية إلى بيلاروسيا هذه رسالة خطيرة رسالة رادعة لأنها تصل إلى دولة يحكمها نظام ديكتاتوري رئيسها وصل بانتخابات مزورة والخطأ الوحيد الذي يعترف به بأنه لم يدنبر أوكرانيا في عام 2014 حين السيطرة على شبه جزيرة القرم هذا هو الخطأ الوحيد الذي يعترف به رئيس بيلاروسيا وهذا يعني بأن هذه الأسلحة قد لا تكون بأيدي أمينة في لحظة ما وتحديداً إذا ما تعرضت روسيا لتهديد وجوده كما قلت لك بالنسبة للاستعداد أو عدم الاستعداد كل التقديرات متناقضة لكن الواضح بأن أيضاً كل هذه الدول المجتمعة لم تستطع أن تلبل احتياجات العسكرية الأوكرانية وتحديداً من القذائف المدفعية ومن الصواريخ لذلك وجه الناتو دعوة لشركات تصنيع السلاح لحضور اجتماع في بروكسل كي يضغط عليهم من أجل زيادة إنتاج الذخيرة خصوصاً وأن أوكرانيا تطالب بمزيد من الذخيرة وتستخدم الكثير من الذخيرة فيما يتصل بروسيا البعض الأوروبي يقول بأن روسيا لم تعد قادرة على إنتاج الذخيرة كما كانت في السابق استنفدت الكثير من مخزوناتها حتى باتت تستخدم الصواريخ البحرية لضرب منشآت سكنية داخل أوكرانيا هناك تقارير نقيضة تقول نقطة أخرى أيضاً وهي أن هذه التدريبات وهذه المناورات تحدث بمشاركة السويد السويد الدولة المرشحة للانضمام لحلف الناتو هل هي رسالة وإشارة تدل على قرب انضمام السويد للحلف؟ هذا موضوع مهم السويد تقدمت بطلب العضوية إلى الناتو مع فنلندا في مايو من العام الماضي واتحصلت فنلندا على موافقة جميع الأعضاء فيما بقيت السويد معلقة بانتظار الإفراج التركي عن الحذر من دخول حلف شمال الأطلسي على المستوى السياسي هناك اجتماعات متواصلة وتحدث في أنقرة بين الأطراف بحضور الأطلسي كي يوافق الأتراك على قبول السويد التي يفترض أن تنضم خلال الشهر القادم في قمة اليونيو ولكن على الصعيد العسكري الأمور شبقت بكثير الصعيد السياسي أولا سويد حصلت على ضمانات استثنائية من الناتو وكما قال الأمين العام لا يمكن لروسيا أن تهاجم السويد قبل انضمامها دون أن تتوقع بأن يكون للناتو رد وهذا يعني أن الضمان الأمنية قوية والاندماج العسكري والتشغيل البيني بين الجيش السويدي وبين الناتو بدأ منذ فترة طويلة وزراء الوزراء السويديين ووزراء الدفاع الخارجية يحضرون اجتماعات الناتو أيضا ولذلك المسألة فقط مسألة رمزية معلقة بقرار من الرئيس التركي الذي طالب السويد سابقا بأن تسن قوانين أو تحضر أنشطة يصفها الرئيس التركي بأنها إرهابية داخل السويد وهي جماعات كردية معارضة السويد تقول بأنها استجابت لهذه المطالب وفعلت كل ما عليها فعله لكن هذه فرصة بالنسبة للأتراك يمكن أن يعصروها حتى آخر قطرة لذلك يفاوضون الولايات المتحدة على طائرات F-16 لأن هناك صفقة متعثرة بين الطرفين تريد تركيا من الأمريكان أن يعطوها طائرات F-16 مقابل أن تعطي تركيا الموافقة على دخول السويد لحلف شمال الأطلسي وهي النقطة الجوهرية والرمزية الكبيرة الذي يسعى الحلف لأن تكون حاضرة في قمة يوليو القادم في قمة حلف شمال الأطلسي وإلا فسيكون الناتو قد تأخر عن موعد يعني هو حدده قال في يوليو يفترض أو ستكون السويد عضو في حلف شمال الأطلسي نبدو أنها مقايدة سياسية بشكل كبير سلامة معلومات وافية وتفاصيل كذلك يعني وافية عن هذا الموضوع أنا بشكرك شكرا جزيلا سلامة عطلة مراسر القاهرة الإخبارية كنت معي من بروكسل شكرا على هذه التفاصيل والمعلومات اشتركوا في القناة